السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي ومتابعين الغليم في كل مكان عاملين ايه يا رب اكونوا بخير وفي احسن حين وربنا يجعل ايامكم كلها يا رب فرح وسعيدة وهنا اللهم امين يا رب العالمين فيديونا هذا ان شاء الله نحضر مع بعض الغدا وهنعمل كفتة مشوية على الجليل وهقول لكم بقى كده سر الخلطة الحلوة وبطعمها الجميل وبعد الغدا هاخد اخواتي ونروح نقضي يوم على البحر ونشتري بقى كده اللي احنا عايزينه وطبعا اولادة زعلين بيقولوا يعني بقالنا اسبوع في المصرف ومش حاسين ان احنا جايين نتفسح ولا حاسين ان احنا كده يعني خلاص هنمشي ومش فرحانين وقالت بقى كده ناخدهم انا ووزي يعني والاولاد ونروح بقى كده لاخر اليوم نتفسح مع بعض وقالكم بقى كده اسعار البيت زي ايه واسعار الكريب مش هتصدقوا في الله بقى كده حطونا لايك حبيب واشتراك لكم يا فضل وليس امرا ولما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى اليه وصح به وسلم تسليما كثير طبعا بقى كده هنا معي كله لحمة هحط عليها ايه ايه طبعا معي كنت جايب معي يعني حتة من اللية كانت متلجة عملتها على المبشرة زي ما انتم شايفين كده بتدي بقى كده اللحمة طعمة يعني تخلي الكفتة كده طعمها حلو بشرت كده حتة من الدهن ايه عليها او من اللية متوفر عندك هتحطها عليها وكنت هنا عاملة بصلتين حطوهم في المصف عشان انا عايزة بس للتفل البصل بس وهسيب المية ابقى اصبع بيها الكفتة جبت بقى هنا ايه كيس خلطة الكفتة واحط فلفل اسود والسبع بهارات وشوية ملح وبس كده مش عايزين نقطر عشان طعم اللحمة او طعم الكفتة بتاعتك يبان يبقى طعم حلو مش ما تكترش توابل وتكتر بهارات والحاجات دي عشان تبقى طعمها حلو حطت بس كيس خلطت الكفتة شوية فلفل اسود شوية ملح اه وبرضو ربع معلقة من السبع بهارات اكتر من كده مش هحط مع الدهنة او اللي اللي انا بشرتها زي ما انتم شايفين كده وهامسك بقى ده كله كده طبعا لو في البيت وكان عندي الكبة طبعا احنا في المصر يفقلكم عارفين لو في البيت كنت طبعا مش هاخد الكبة معي من مكان لما كان فا اه بايدي بقى كده واخلط بقى كده الحاجات ده كلها مع بعض وبعد ما البصل اللي برضو صفت خدت البصل برضو تفلي البصل وصفتها وحطتها عليها وها ده كل بقى كده المكونات بقى كده هاعجن فيها لحد ما المكونات كلها تدخل مع بعض وبمية البصل بقى كده صبعتها على المعلقة اه لو عندك سيخ كفتة يعني الحاجة المتوفرة عندك في المكان اعملي به فكنت بجيب معلقة وكور الاول كرة كده ودخل بقى كده فيها المعلقة وادي بقى كده احلى كفتة معي هدو وكنت بقى بقى ايدي من مية البصل بعد ما حطت عليها معلقة من السلسة ومعلقة من الزيت وقلبتهم مع بعض في مية البصل وهناخد بقى كده طبعا بساخن الجريل يكون يعني سخنة اوي طبعا الجريل دوت يعني اه طعم يعملي في كل حاجة كأنها طعم المشوي بالزبط وزي ما انتوا بقى كده شايفين حطت بس يعني رشت يعني معلقة زيت برضو في الجريل كده وطبعا وهي سخنة بنحط بقى كده الكفتة عشان اه لو النار هدية هتلاقي بقى الكفتة اه معاك تنشف لكن لما تكون النار عالية بتحط بقى كده فيها الكفتة وتحتفظ بميتها طبعا على الوش ده كده دقيقتين والوش التاني ما بتاخدش وقت خالص وبنطلحها نقلبها ونطلحها على طول وبتبقى معانا النار عالية زي ما انتم شايفين كده وطبعا هنعمل ايه عملت جنبها مكارونا محمرة وسقيتها بقى كده بالشربة كان عندي شربة فريخ حطتها عليها وحطت قرنفلفل وحبيت طماطم كده قطعتها عليها واحلى بقى كده مكارونا وقادي الكفتة اهيت وقطعت بقى كده خيار وطماطم وكنت عامل برضو سلطة احنا عملتها معاكم كتير قبل كده ولا ايش السخنة هوت وجبت بيبس وة كده كان غداينة النهار رد خدت بقى كده بعد الغداء خدنا بعض انا واخواتي وروحنا بقى نعود حبة كده على البحر أو شوية على البحر عشان مش هننزل البحر خالص فقولت بقى كده نشوف بقى كده قبل ما نمشي اه الحاجات اللي احنا عايزين نشتريها لأولادنا حاجات عايزين نجيبها فقولنا بقى كده عدنا وجبنا درها وكالنا انا واخواتي وزي ما انتم شايفين كده هنقضيهم يعني على البحر وزي ما انتم شايفين كل حاجة كانت متوفرة ربنا يا رب يرزق الجميع ويرزق الناس كلها تيشرتات وطبعا يعني جميع انواع الهدوم يعني ربنا رزقهم يا ربي شايلينه على البحر كده برضو اهو التيشرت دوت زي ما انتم شايفين اهو تيشرتات اهو بتاع الدرة وبتاع ام الخلول وكل حاجة معادية ولعب اطفال ولبس اطفال وكل حاجة واحنا قاعدين كده لك حاجة اللي كانت بتاعجبنا كانت اخت بتندع عليه وكنا اه بنشتري منهم طبعا زي ما انتم عارفين قلتم مش هننزل البحر وبصور لكم بس كده طبعا الموجة كانت يوم هادية ويوم بتبقى عالية جدا وكانت يعني الواحد كان طبعا بيشوف شكلها كده ما كنتش كنت خايفة انزل اصلا البحر من منظر الموجة والمنظر المية كانت عالية فمش كل يوم يوم باختلف عن التين وزي ما انتم شايفين بقى كده قلنا نقضي يوم كده برا انا واخواتي ونغير جوا طبعا اولادي آآ زعلوا مني وقال لي امام انت كده يعني خلاص هنرجع بقى هنتم اسبوع هو وهنروح وما تفسح نشده ما احنا عايزين وكانوا بصراحة زعلانين طبعا الفوط ديت التلاتة كانوا آآ تلات فوط بمت جنيه يعني اسعار صراحة كانت جميلة وجبنا برضو فوط منهم وحاجات كده برضو للبيت وآآ طبعا اخر اليوم هاخد اولادي بقى كده وجوزي خدنا ونتفسح مع بعض وقالوكم على اسعار بقى كده البيتزا واسعار الكريب طبعا حاجات يعني غالية برضو شوية لما تعملها في البيت هتوفر عنك كتير وتعرفوا بقى كده نشوف هنعمل ايه طبعا بصور لكم منظر الاطفال هوت والبحر والموجة بتبقى طبعا في الاول كده بتبقى عالية وورا بعد الموج شغل وورا بعد لكن لما تخش اه جوة بتبقى عالية اه شوية لكن بتبقى المية هادية عن ما بتبقى على الشط كده لان الموج بجي سريع وورا بعد وورا بعده لكن لما بتبقى جوة شوية فكل ما تخش جوة البحر بتبقى خطرة شوية بس بتبقى الموجة هادية طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجة معادية والناس كلها شايلة يا رب بترزقهم وترزقنا وترزق الجميع يا رب العيشة صعبة والحياة صعبة وزي ما انتم شايفين اهوت وكل حاجة طبعا اه حلويات ومخبوزات وامو الخلول وفواج كل حاجة كانت على البحر زي ما انتم شايفين كده يعني هما شوية كده وهيدخلوا جوة البحر كده يعني احنا مش كنا عارفين نقعد بس طبعا من نفعش ان احنا نقول لهم آآ ده مكان للناس اللي بتقعد عشان ربنا يرزقهم يا رب وربنا آآ يسهل كده العيشة والحياة على الناس كلها وتنشوك برضو تنشوك الاربعة عشرة خمسة عشرة زي ما انتم يعني كل واحد بيختلف عن التين وانا بقى كده نقضيهم مع بعض علشان يعني تغيير بقى كده جوه وقبل ما نروح اختي قالت تعالى بقى كده نقعد لو عايزين حاجة نشتريها نجيب حاجة لولدي حاجة لولدتي حاجة لأولدنا يعني قعدنا زي ما انتم شايفين كده وكان بقى قدامنا بتاع الدور المشوى طبعا واخد الانبوبة وفرن صغير كده حطوا زي ما انتم شايفين كده اهوت اختي اشترت لنا منه الدورة طبعا هو كان بقول لتنين بخمسة وعشرين فطبعا يعني كان الدورة لكن بقول لتلاتة بخمسة وعشرين فطبعا هو غالي جدا فهو ادهولنا قلي من كده كنا جايبين كراسة معنا من السكن اللي احنا قاعدين فيها طبعا لان الكراسة بتبقى بتاعت الشط هي بتبقى يعني معروفة مكتوب عليها آآ رقم الشاطق يعني الشاطق مية واحد مكتوب عليه اهوت لكن كنا جابين معانا الكراسة بتاعتنا واحنا جايين آآ من السكن بتاعنا اولادنا جابهونا يعني جابوا الكراسة واحنا قعدنا زي ما انتم شايفين كده وقلنا نغير جابهم رماس وام يوسف اختي وقلنا بقى كده نقضيهم مع بعض على البحر كده قبل ما نروح زي ما قلت لكم كل حاجة موجودة وكل حاجة متوفرة واقول لكم برضو على الاسعار لما نروح طبعا اخر اليوم بقى زي ما قلت لكم اولادة كانوا زعلانين طبعا كنت تعبين والله ما كنتش قادرة ان انا يعني اخرج تاني بس غصب عني عشان قلت قبل بقى كده ما نروح آآ اشوف برضو هم عايزين ايه واحنا بقى كده دوت آآ مطعم اخوان فتوح آآ ده بتاع فطاير وبيزة ومخبوزات طبعا هقول لكم برضو على الاسعار اسعار الكريب الكريبية بخمسة وستين وسبعين الواحدة بتختلف بقى لو انت عايزة آآ كريب بسوسيس كريب آآ فراخ كريب بلحمة بتختلف فهو من الخمسة وستين لسبعين ده الكريب اما البيزة البيزة زي ما انتم شايفين كده صغيرة بمية وسط مية وتلاتين والكبيرة بمية وستين اولادنا عشان زي ما قلت لكم كانوا زعانين مننا ان هم مش حاسوا بالفصحة خالص ولا حاسوا بالمصد يا كل يوم من البحر للسكن وممكن ما كانوش حاسين طبعا احنا الجان الكريبة هو يعني اعكلنا البزة بس والكريبة رجعت بيه زي ما انتم شايفين اول خدتوا بقى كده البيت معنا ودي زي ما انتم شايفين كده مطاعم فطائر بيزة آآ سلسلة مطعم اخوان فتوح وفي كافي وفي كل حاجة وسندوتيته كل حاجة موجودة في المطعم ده ده كان فيديو معاكم النهاردة يا رب يكون عجبكم ونلضاكم اخواتي وحبيبين ما تنشفى اللايك في الفيديو واشتراك في القناة في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة في القناة في القناة